وصفت مسؤولة أممية عائدة من زيارة للسودان معاناة نساء وفتيات نزحنا هربا من الحرب منددة بتجريدهن من كل ضرورياتهن الأساسية ومواجهتهن نقصا حادا في الأغذية والمياه والأمان وقالت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية ليلة بكر إن الآلاف من النساء النازحات يفتقرن لكل أساسيات الحياة والرعاية الطبية لافتة إلى أنها شاهدت حاضنات أطفال توصوا بالرضع ونقصا في الأدوية ودعت بكر إلى تعزيز جهود الدعم وقالت إنها من خلال لقاءاتها مع النساء فإن ما يرغبن فيه أكثر من أي شيء آخر هو الحماية الفورية من الحرب المستعرة ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك بحسب أرقام الأمم المتحدة